نظمت مدرية الصحة بضميات قافلة طبية في قرية النصر التابعة لمركز كافرساعد ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تضمنت القافلة وعيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملان وصيدلية وجهاز أشعة حيث تم صرف الأدوية بالمجان واستإجراءات وقائية واحترازية لمواجهة فيروس كورونا تسكيف الصحي من الخدمات المهمة التي تقدمها القافلة الطبية للمواطنين ونحن نتكلم عن المواضيع التي تهم المواطن وتمس حياته اليومية مشكلة مثل المرض شل الأطفال بفضل الله مصر خاليا من شل الأطفال من 2006 نحن النهاردة نتكلم عن حملة تطعيم شل الأطفال في حملة 11-12 من منذ 4 أيام نتكلم مع المرضى المترددين عن أهمية تطعيم مرض شل الأطفال تطعيم الأطفال من عمر يوم لخمس سنوات قافلة العلاجية بتقدم خدمة الاعادات التخصية عندنا النهاردة 12 عادات خصية إلى جانب عادة تنظيم الأسرة عندنا المعمل وعندنا الأشعة العادية والأشعة الصنال وعندنا الصيدلية اللي فيها الأدوية اللي بتغطي كل تخصصات الموجودة القافلة بتستمر لمدة 3 أيام أو اليوم منهم بيبقى أعداد واليومين التانين بيقدم فهم الخدنة وبتتميز بمجانيتها تماماً إحنا مسؤولين إن إحنا بندخل تسكرة المواطن بعد ما يتم الانتهاء عليه من الكشف وإن هو يكون صرف العلاج ولو كان مكتوب له تحليل إنه هو طلعت النتيجة بتاعته ولو كان فيه أشعة برضو خلاص طلعت له وأخدها إحنا بنقوم بإحنا بندخل كل الداتة اللي موجودة في تسكرة المريض اللي ابتداء من رقم التسكرة وإسم المريض والعلامات الحيوية وبندخل التشخيص اللي الدكتور كاتبه له وبندخله لو كان عمل تحليل ولو كان اتعمله برضو أشعة ترجمة نانسي قنقر